السلام عليكم ورحمة الله اليوم الفيديو شون تحل أسئلة اللغة الإنجليزية لانتحانات نصف السنة لجميع المراحل طبعا وزعوا لك الأسئلة الأسئلة متكونة من السؤال الأول قطعة خارجية السؤال الثاني اللي هي قصص الكتاب الموجود القصص بكتابكم السؤال الثالث لقرامر القواعد وبعدين الاختيارات المفردات هذي اللي موجودة بالاكتيفتي بوك بكتاب النشاط والتنقيق والإنشاء فأول ما تجي تروح رأسا هو إحنا عدنا سؤال الأول من قطعة خارجية التركة يعني تروح أول مرة شنو على الإنشاء تحل شنية الإنشاء الإنشاء بالصفحة الثانية الإنشاء موجود بالصفحة الثانية اللي هو هذا السؤال السادس اختيارات من طيني A أو B طبعا هاي أسئلة اليوم امتحنا بيها طالباتي الصف الثاني المتوسط وقدت خلي أشرح عليها ها عيني تروح قبل على الإنشاء ليش تروح قبل على الإنشاء خاطر انت قار الإنشاء هي إنشاءكم تقريبا اثنين هنا أربع يونتات تقريبا اثنين إنشاء انت حافظ واحد منعدها حافظ واحد منعدها انت امتحانات النصف السنة اللي يمتحن نصف السنة مو مثل التمهيدي التمهيدي لازم يقرن إنشاءات كلها لأن امتحاناتهم الكتاب كله فانت كطالب امتحان نصف السنة تقرأ أربع يونتات أو ثلاث يونتات اللي يونت الرابع أكو قسم حاف فيها فإنشاء بس واحد هنا عدنا منطينا السؤال الأخير السادس بيطي لكم هاي ثانا متوسط أيوبي الأي لحظات حرجة والبي عن المطعم أول ما تجي تختار لحظات الحرجة لول مطعم تجي تكتبه أول ما تجي تكتب الإنشاء خاطر ما تنسى لما تريد تكتب الإنشاء أنا طبعا مع المسكرا لكم طريقة أو منزلت لكم فيديو عن طريقة الإنشاء كتابة الإنشاء شون أول مرة تترك هذا تترك كلمة مسافة يعني كلمة هاي وبعدين تبدي التنقيط وياها الأسماء العلم والمدن والأعلام وما عرف شنو هاي كلها تبدي بالكابيتال الحرف الأول الآي إذا كانت وين ما كان الآي سوها كابيتال المهم كتبون الإنشاء كتبتوا الإنشاء خلصتوا تروحون عليهم من على كتبتوا الإنشاء وخلصتوا روحوا عليهم منع التنقيط التنقيط لأن سهل وانتو فاهمي مثلا هذي قايل هاي هاي أترحون على أول كلمة الحرف الأول تخلوه كابيتال أو إذا نستحق تحافظين التنقيط جملة استفهامية أخليها علامة استفهام وذا ماكو خليها نقطة حليتوا شنوه حليتوا التنقيط وحليتوا الإنشاء تقلبوها تروحون عليهم آخر شي حل القطعة الخارجية آخر شي تروحون مو حليتوا الإنشاء والتنقيط وياكم روح عليهم على هذه القصص الكتاب الموجودة مثلا عندي هذه عدي بوب وباسم أنتوا حافظين القصص مالتها رأسا نحلوها خاطر ما تنسوها هايني هذه تروحون على اليمن مثل ما قلت أول مرة على الإنشاء ثاني مرة على قصص الكتاب حتى ما تنسوها بعدين شي سوون تروحون على التمارين التمارين المفردات اللي هي السؤال الرابع هياته هذي تطيقكم اختيارات هذني وانتوا تسووها شون تحلون هذا الاختيارات شوفوا أول وحدة ما عرفت حلها ولا ولا عرفت ترجمها ولا عرفت حلها تركوا الأولى روح على اليمن شوفوا الثانية اللي شن هي الكلمة اللي تتناسب هذن الكلمات معيني هذن الكلمات الاختيارات شن هذي تتناسب وياهن أي كلمة تتناسب وياهن ما كلمة خليتوا مثلا بقالكم كلمة وحدة خليوها بالفراغ إلى أخير زين بعدين تروحون علي ما تروحون على القواعد القواعد ليش لأن يعني فهم قواعد هذي الكرامر مين عرف كلمة قواعد من الكرامر ستقول أكو طالبات ما يعرف شن الكرامر فانتبهوا على هذي الكلمة الكرامر هي قواعد شوفوا شون تحلون القواعد أول وحدة مثلا شت باعون باعوا على اللي وراء هذا شوف القلم باعوا هذا الوراء الاختيارات أو الفراغ رأسا شوف هذا steady شوف هذا يو يعني عفوا هزا الاختيارات شوف شنو هذا يو هذا الفاعل شنو هاي باعوا steady hard should or shouldn't هذي قاعدة should or shouldn't شنية تجي بيا جملة مثبتة منفية ترى هاي بين shouldn't منفية should مثبتة فشوفوا الجملة إذا بيها شوفوا الفاعل وشوفوا ورا الفراغ هذا steady يعني هذي steady هذا جملة مثبتة يعني فعل مثبت ما بيها not خاطرة قول shouldn't ما بيها يعني شوفوا رأسا ورا الفراغ يلا تختارون الاختيارات وتحافظيها مثلا هسا عدي since or تحافظين شنو قاعدة since or عدي go going هذا على الكلمة الفاعل اللي قبل الاختيارات تجي ويامن ويلقو low going بقوا هذا السجمع الس التملك تجي ويامن فهي تختارون يعني روحوا على الفراغ اللي ورا الفراغ شوفوا هسا هاي too much too money المن تستخدم لازم نحافظ القاعدة هذا do و play هذي boxing شنو هذا ويامن تجي ها حليت القواعد وحليت الاختيارات كل شو حليت وآخر شي تروحون على اليمن على القطعة الخارجية شوفوا هاي القطعة الخارجية اليوم جاي بيها المدرسات كلش سهلة يعني آني معرفة قولوا معرفة أترجمها باعوا على الدليل مع القطعة الخارجية شوفوا هسا هاي قايل نورة lives in بغداد بدون ما أقرأها روح وين نورة بغداد هي اسمها نورة القطعة الخارجية اسمها نورة يعني شوفوا بيها موجودة بغداد شوفوا هاي نورة lives in بغداد إذن شنو قايل true لو فورس اختار true لو كان هنا مثلا حلة تانجل فورس باعوا هاي كلمة نورة lives in بغداد هذي نورة lives in بغداد شوفوا جابتها بالتفصيل بغداد قلت لكم true مثلا عندي شوفوا هاي نورة lives بغداد with hair شوفوا نورة lives بغداد with hair باعوا على كلمة with hair with hair يعني شنو هذي نورة lives in بغداد with hair وين نورة تعيش ببغداد ويامن with hair شوفوا هاي كلمة with hair شوفوا هاي كلمة with hair family هذي with hair family نورة lives in بغداد with hair family باعوا هاي هاي نورة وهذي بغداد hair باعوا كلمة hair hair تكتبون كلمة family وهكذا يعني شوفوا الدليل موالتها مثلا شوفوا هاي قايل لي hair father works a farmer شوفوا father نورة يعني أب نورة farmer شوفوا هاي كلمة hair father works a teacher شوفوا هاي كلمة teacher وهذي معلم teacher وهذي قايل لي farmer مزارة نخلي true false فالس لانه قال ل teacher بالقطع وبالسؤال قال لي مزارة فهي اسئلة القطع الخارجية قلت لكم آخر شي تحلون اسئلة القطع الخارجية أول ما تجونوا تروحون على اليمن خلاصة الفيديو خلاصة الموضوع تروحون على إنشاء وراها حلوا التنقيق وراها القصص بعدين حلوا القواعد والتمارين آخر شي لإنشاء إن شاء الله صار الفيديو واضح إن شاء الله التوفيق يا